في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد تعاني عددا من دول العالم من النقص الحاد لأجهزة التنفس الصناعي والتي قد تحدد فرص الحياة والموت ففي واحة العطاء مملكة البحرين صممت أياد بحرينية أول جهاز تنفس محلي الصنع لينقاذ عدد من المصابين بالفيروس وذلك استجابة لأمر صاحب السمو الملكي ولي العاد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قمنا بتشكيل فرق لتصميم هذه الجهاز وقمنا بزينايرات ميدانية عديدة لمستشفى السلمانية قسم التنفس الصناعي وقسم الأجهزة الطبية ودرسنا طريقة عمل هذه الأجهزة وقام فريق من مهندسي حلبة البحرين بتصميم جهازين للتأكد وطلبنا من مستشفى السلمانية التأكد من صلاحية هذه الأجهزة واختباراتها قام المهندسين طبعاً المهندس كامل الطعان هو اللي صمم الجهاز كما هو الجهاز الثاني صممه لأخ طارق التاجر وحالياً مدير الإنتاج هو طارق التاجر والتصميم والتشيك والسرتيفيكيشن في الأخير هذا الجهاز المحلي الصنع يتولى مهمة عملية التنفس في الجسم عندما يتسبب الفيروس في الفشل التنفسي إثر الالتهاب الحاد في الرئتين ومن الممكن أن يمنح وقتاً لمكافحة العدوى والتعافي وأن ينقذ أرواحاً الجهاز مصمم بطريقة صممات كهره هوائية أجهزة استشعار أجهزة ألارمات بحيث أنه تعطي الخلطة المطلوبة من الأكسوجين والهواء الطبي كذلك يمكن التحكم في الخلط يمكن التحكم في الضغط يمكن التحكم في عدد الأنفاس في الدقيقة الريت وتحكم في الفلو اللي هو كمية الهواء المطلوبة البحرين الحمد لله بخير وعندها أجهزة كثيرة وعندها طاقة استعابية كثيرة في أجهزة التنفس الصناعي لكن احتياطاً صممنا هذه الأجهزة وبنصم حوالي 100 جهاز يكونون نفس الباك أب مملكة البحرين كثفت جهودها من خلال خبرات أبطالها في حلبة البحرين الدولية في فترة زمنية قصيرة وجهزت هذا الجهاز التنفسي في أقل من أسبوعين من العمل المتواصل حيث تم اعتماده من قبل وزارة الصحة والعمل الآن جاري لتجهيز 100 جهاز تنفسي صناعي كونه أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة استجابة لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد مملكة البحرين تصنع أول جهاز تنفس صناعي بأيدي بحرينية شابة وتسابق دول العالم لدعم أولئك الذين يعانون من فايروس كورونا والمصابين به طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر